على صفيح ساخن تغلي مناطق سيطرة عصابات الأسد والتي يفترض بها أن يعمها الأمان والتعافي الاقتصادي والرخاء المعيشي بعد سنوات على ما زعم أنه تحرير لها من قبضة الإرهاب وتخليص لها من ويلات الحرب وإعادة إلى حضن الوطن المهضة عن أي عطاء كانت تتحدث ميليشيات الأسد وهي اليوم تقف أمام ثورة جياع لا تعرف من أين يمكن لها أن تبدأ أمن السويداء التي كانت سباقة إلى رفض الشكل الجديد للهيمنة الأسدية بعد الثورة أمن درع التي لا تزال تصدح فيها الحناجر بإسقاط الأسد وتحية الثورة أمن دمشق التي خرجت فيها المظاهرات والاحتجاجات في جرمانا قبل قرابة أسبوع احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية التي بلغت على ما يبدو حد الانفجار أمن مناطق حماو التي اضطرت فيها الميليشيات لشن حملة اعتقالات على خلفية دعوات للتظاهر احتجاجا على الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي أمن طرطوس التي تشهد اعتصاما مفتوحا لأصحاب السرافيس وحافلات النقل للمطالبة برفع أجور المواصلات بحيث تناسب الاحتياجات اليومية للسائقين أمن مكان آخر لم يحسب الأسد له أي حساب وبينما يصر الأخير على التركيز على الخارج من حيث استمد شرعيته أو قل إذا شئت سلطته يستمر الشعب الذي يفترض به أن يكون المانح الأوحد للشرعية يستمر بوضع الخطط والاستراتيجية وإنشاء المقاربات الاقتصادية لتمكين العشرة دولارات من تغطية مصاريف الأسرة السورية في بلد يبلغ سعر لتر الزيت فيه ثلاثة دولارات ونيف اشتركوا في القناة